يعني مش عارف اقول ايه يعني كونفدرالية وعلى فاكرة جماعة عايز اقول لجمهينة الزمالك حاجة بجد دايما لما بيجي لك موسم ما بتبقاش الدنيا كويسة تروح تلعب في كونفدرالية ده مش عيه لان الزمالك هيبقى المرشح الاول في الكونفدرالية بس طبعا مش مرشح بالاسم بس محتاج شغل لكن ما شفنا الكنفدرالية الزمالك حصل عليها رجعت نادي الزمالك تاني لدوري ابطال افراكي فرح تلفوز بالكنفدرالية بضربات الجزاء على نهضة بركان حمود علاء ضرب الجزاء حتى كان كهرباء سعيتها مع نادي الزمالك شفنا الزمالك رجع دخل في اجواء افراكيا مرة تاني انما نخش يعني من ناس تقول لك ايه لا عايزين نلعب دوري اه طبعا دوري ابطال افراكيا يعني ما حدش قال حاجة يعني لكن في الظروف دي ان انا روح كونفدرالية والعب واكسب واخد بطولة لا بترجع للثقة تاني وده اللي حصل معنات الزمالك كسب كونفدرالية لعب بعدها بسنة نهائي دوري ابطال افراكي وكان هو الافضل وكان هو الاحسن وكان هو ممكن يفوز